اكسترا مصر على مدار الساعة موسيقى موسيقى مساء الخير على كل مشاهدين وطبعين سي بي سي اكس في كل مكان واهلا بحضراتكم معانا وحلقة جديدة وجولة جديدة في اهم وابرز الاخبار الرياضية سواء كانت على المستوى المحلي العربي الافريقي او العالمي صفحة البرنامج زي ما اتزال امام حضراتكم هي اكسترا تايم لو لكم اي تعليق ملحوظة حابين تشاركونا بي اراءكم او لو حابين تجاوبونا على السؤال اليومي واللي بنترحه دايما مع حضراتكم واكيد سؤال حلقتنا النهاردة متعلق للأسف بالهزيمة الثقيلة اللي حدثت لنادي الزمالك امام سانداونز في جنوب افريقيا في ذهاب نهائي دوري الابطال بثلاثية نظيفة هزيمة غير متوقعة اطلاقا كان في دعم جماهيري ومسندة جماهرية كبيرة من قبل جماهير نادي الزمالك وايضا الاعلام الكل كان بيمنى نفسه بتحقيق نتيجة ايجابية في جنوب افريقيا تسهل بعض الشيء اللقاء العودة يوم 23 اكتوبر القادم ولكن قدر الله مشاء فعل نادي الزمالك اتهزم او هو اللي هزم نفسه بنتيجة 3 اداف مقابل اللاشيء هدفين في الشوت الاول وهدف في بداية الشوت التاني وده طبعا الهدف اللي هو قضى على امال نادي الزمالك في العودة واصبح كل الامال وكل الطموحات ساعتها ان نادي الزمالك يجيب حتى لو هدف واحد يساعده على قدر الامكان في مباراة العودة يوم 23 على استاد وملعب برج العرب سؤال حالتنا النهاردة وهتلاقوا موجود من خلال صفحتنا على الفيسبوك وكابتن مؤمن سليمان بعد المباراة قال ان هو يتحمل المسئولية كاملة عن هزيمة اليوم ولكن انا حابب اعرف اراء حضراتكم الهزيمة او اسباب الهزيمة او من يتحمل اسباب الهزيمة وده سؤال حالتنا النهاردة من يتحمل مسئولية الهزيمة الثقيلة للزمالك امام سان داونز في ذهاب نهائي دور الابطال عايز اعرف اجابات حضراتكم على هذا السؤال وشايفين مين يتحمل الهزيمة هل كابتن مؤمن سليمان بالفعل هل اللاعبين كلهم هل بعض الاسماء او بعض اللاعبين هم من يتحملوا الهزيمة عايز اعرف اراء حضراتكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك تعالوا نشوف اخبارنا المحلية النهاردة فيها ايه ونبتدي طبعا باول خبر وهزيمة نادي الزمالك بثلاثية وقدم بطل مصر عرض السيء للغاية خلال اللقاء واستحق معه الهزيمة اذا ظهر لعبوه بعيدين عن مستواهم تماما وتلاعب الفريق الجنوب افريقي بالفارس الابيض وسجل تلت اهداف واهضر اهدافا اخرى تقدم اللاعب اللايبيري انتوني لافور في ديئة 31 وبعدها بتسع دقائق احرز تيبوجو لانجرمان الهدف الثاني من كرة للأسف خدعت احمد الشناوي واللي كان بلعبها كرة عرضية واحمد الشناوي كان متقدم خطوة كده ولكن للأسف سقتت كده وراء احمد الشناوي وسكنت الزاوية البعيدة ليتقدم سان داونز بهدفين مقابل هدف لغاية هنا وجماهيد نادي الزمالك قلنا الحمد لله نادي كابتن مؤمن سليمان هيعمل تغييراته مع بداية الشرط التاني واذا ربما نادي الزمالك يحرز هدف يقلل بيء الفارق ويساعده في مباراة العودة ولكن للأسف مع بداية الشرط التاني لان التشكيلة نزلة هي هي نفس الحداشر لاعب كانت مؤمن سليمان ما عملش اي تبديل وتفاجأنا بهدف في ديئة ستة واربعين مع بداية الشرط التاني كرة عرضية كرة قوية يعني بعض الشيء ولكن اسلام جمال نزل على الارض وادخل الكرة في مرمى ليعلن تقدم سان داونز بنتيجة تلات اهداف مقابل لاشيء وتنتهي المباراة بهذه النتيجة وطبعا المهمة مش عايزين نقول انها صعبة او مستحيلة ولكن كل شيء ممكن كابتن مؤمن سليمان صرح بعض المباراة ان سان داونز لعب على نقاط عديدة جدا هناك في جنوب افريقيا ولقاء العودة هيكون في كلام تاني خالص كلام اخر هنشوف ان شاء الله نادي زمالك هيعمل ايه نادي زمالك عملها قبل كده ونادي الوداد عملها في نادي زمالك السنادي وكان مغلوب اربعة وكان كسبان خمسة ولكن هدف استلي هو اللي صعب بنادي زمالك للنهائي فالموضوع مش صعب الموضوع محتاج 11 راجل في الملعب محتاج ادارة فنية وقيادة فنية جيدة تمركز اللعبين بالشكل صحيح وكلام ده كلمنا كتير فيه جدا سواء اكسلا تايم او برامج الرياضية الاخرى ان تمركز اللعبين دائما بيكون خطأ ولكن ده اللي حصل ان شاء الله نادي زمالك يتدارك الموقف في لقاء العودة خلوني نروح للنقد الرياضي والصحفي الاستاذ وائل عباس النقد الرياضي بجريدة المصر اليوم استاذ وائل تحياتي ومساء الخير تحياتي يا جسد وبرحب بحضرتك وبرحب بكل المشاهد استاذ وائل سريعا كده اقولي الاجواء العامة ايه عندك في جنوب افريقيا وهل في تصريحات طلعت من كابتن مومن سليمان او بعض اللاعبين وحالة حزن طبعا كبيرة جدا هنا يعني موجودة مع تأسف جنوب افريقيا اللعيبة متأسفرة جدا من الكابتن مؤمن الجاز بالكامل اه عباقل دا سعى الجماهير حالة حزن كبيرة جدا كانت مفجأة الصراحة ان هذه الزمالك يظهر بال بالأداء دا وبالنتيجة دي خصوصا يعني ان كل الناس شافت المباراة نادي الزمالك بملعبش اول 25 بيئة في المطشق الكامل بعد ما عد 25 بيئة نادي الزمالك مش موجود المشكلة كلها كمان يعني والنتيجة تفر تفر كان فيه فورتل ايمن حيث ان يوصل لغاية تفصة يارضة وبعد كده عملها بالعرض الخورى دي لو كان ايمن شطها في الجون كانت غيرت من مجريات المطشق ما كانش فيه تماسك حتى الاهداف الاهداف دخلت بشكل غريب يعني الهدف الاول من تسلل واضح الهدف التاني كرة غريبة لو اتعملت فكتر من 100 مرة مش هتخش الراجل بيعمل كرة بالعرض بتسقط في الجون سوزوائل انا عايز بس اكلمك على الهدف الاول يعني الهدف الاول فيه زاوية كاميرا بين النوم مش تسلل لا الهدف الاول الهدف الاول تسلل بنسبة 200% حضرتك سوف زاوية الكاميرا اللي هي ناحية الكاميرا اللي هي ناحية ينين الملعب اللي هي ناحية المقصورة الرائطية الراجل الرجل رجله تابقى علي جبر يعني حتى موجود يتعامل خط على رجل علي جبر وهو موجود في الخط الدار الرجل لا رجله تابقوا بخط وبعد لحظة في لعب الكورة فيمكن هي عشان الكورة سريعة فما بانتش لكن حضرتك لو قدت الهدف وقفت التورة هيباني ان هي فيها تسلل يعني ان شاء الله الناس كلها هنا بتتكلم ان احنا لسه عمنا عمل بيستعيده ذكريات مباراة النجم مستحيلة في الكنفتراليات فما اللي فاتد ان ما كانش حد متوقع ان الزمالك يأدي الاباء ده وهو بعض معالين من الدي اربعة يجيب ثلاثة جوان وقفت مان هو يجيب الرابع ويصعد هم شاهدين المهمة صعبة لكن مش مستحيلة طيب استاذ وائل عايزة عرف تعليقك ايه اكيد بدر وسمع او وصل الكلام لأحمد الشناوي ان هنا بتده يكتب ان التبديل او الاصابة لأحمد الشناوي اللي جات له هي اصابة نفسية في المقام الاول ومقررة خلال الفترات السابقة هو الكلام ده طبعا نوصل البيعثة هنا وان اي منزين نسأل موضوع وقال ان الشناوي عنده شد في العضلة الامامية يعني الاصابة مش خطيرة لكن هو فعلا المصابة عنده شد في العضلة الامامية وهو محبش ان هو الخاطر لان الموضوع مش هيبقى محتاج ان هو يحاول ان هو يعني زي كده في البلد ان هو يبقى بطل ويكمل المباراة ويتحمل على نفسه في الاصابة عاييجي على حساب ناجي الزمال خطوصا ان كانت النتيجة بقى الثلاثة صف هو يعني طلب التغيير لكن هو فعلا المصابة ده اللي اجده لكابتن عيمال زين احمد اشبناوي طبعا متأثر بشكل كبير بالكلام اللي بيطلع عنه خطوصا بعد كمان ان هو لما ما شاركش في المنتخب الناس حاول الانتقادات اللي ازددت عليه المهاردة بعض المباراة ومتأثر نفسها جدا لكن الكلام هنا ان الاتهاز الفني قعد معاه وحاول ان هو يشد من قذره ويقوله ان الامور دي كلها يعني ما تقلمش من عزمته ويرجع تاني حدث مرمى مصر السيد وايل عايز اقولك بعض التصريحات اللي صدرت من رئيس نادي الزمالك وعايز اعرف ردود افعال لو وصلت التصريحات دي عندكم ان كابتن مؤمن سيمان ما كانش من المفترض ان هو يقول قبل اللقاء ان استقلت جاهزة علشان ارفع الحرج على نادي الزمالك ودي ما كانتش عبارة كانت مفوتة اتقال واحد اتنين اتقال ان في بعض اللعيبة لازم من نفسها بعد ما ترجع من جنوب افريقيا تقولي انها مش عايزة تكمل مع نادي الزمالك تمام هو بالنسبة للتصريح الاول هو التصريح التصريحات فعل ما اصلت هنا الاعضاء البعثة هما الكلام كله كان على ان يعني سياسة المشايا المنطقة منصور بيقول كلام حقيقي وكلام وقائي عشان دي فني لنادي بحجم نادي الزمالك قبل المباراة مباراة دور نهائي يطرح ويقول ان يعني انا استقلت جاهز عشان ارفع الحرك عن الناس هو هز هز الفرقة حظ ان المدير الفاني مش هيكمل او حظ المدير بداية لان هو يرحل يعني ده من نظر المستشار المرطال منصور الناس انا قاعد بتتكلم في الموضوع ده نسبة للموضوع التاني النسيات المستشار ما قالش ما قالش اسماء فبقى الموضوع غامض والناس الكلام فيه كلام تاني برضو هو قال وكان ايجابي برضو الناس اتبسطت منه هنا لكن هي حالة غموض انه هو ما قالش اسماء العيدة على عكس مقش الوداد هو بعد مقش الوداد قال ذكر العيدة بالاس ايه وقت العودة لكن هي حالة الغموض هنا انه هو ما قالش من العيدة اكيد اكيد فيه كان فيه تأثير النهاردة في المباراة اكيد طيب استاذ والاخر سؤالي ليك الاجواء العامة بقى للطرف التاني سانداونز شايفين ان هم خلاص فازوا بالبطولة وقربوا من كاس العالم للاندية ولا شايفين لا ان نادي زمالك لسه ممكن ان يقدر يعود انا انتوال بالحضرتك في المداخلة القبل دي ان نادي سانداونز عندهم حالة تفاؤل وثقة امكانياتهم غير طبعية يعني لما انا ازور نادي سانداونز اه واتكلم معهم على المباراة قبل المباراة بيومين ويتقال لي كده بشكل صريح ان احنا عارفين مواد ضغط الزمالك وهنلعب عليها ونخلص المباراة من جنوب افراسيا احنا منحترم الزمالك كاسم لكن مش هنحترمه في الملعب حتى بعد المباراة بعد المباراة المدير الثاني مسيناني قال انا حسجل هدف في مصر العودة في برج العرب جدا متى ميكانياتهم وعارفين ان هم يقدروا يتغلبوا على المدير الزمالك في ظل الظروف اللي المدير الزمالك فيها من نقطة عدد للعيبة والقايمة والعيبة كثيرة في المدير الزمالك مش تحاليتها في الفترة الاخيرة وهو مذكر المدير الزمالك جدا عارف بيلعبه ازاي عدرتك لو بصيته النهار ده هتلاقي ان الجبهتين بتوع الزمالك كانوا مكشفين بسبب ان كان المفروض بيبقى فينا هم دفاعية لشكبال لو استني هم ما عملوهاش فاصبح الجبهتين مفلحين هو لعب على الجبهتين بتوع الزمالك بعد كده نوع نوع اللاعب لها من العمق كانوا بيعملوا صروهات ثلاثة العمق اللي بيمنها الجنة الاول وجي منها اكثر من فرصة خطر على الزمالك كان بيغير مراكز اللعيبة كتير يعني كان فيه مزموط صح بيغير اللعيبة وبيغير مراكزهم علشان يعمل خلخلة في الدفاعات ويعمل ركسة ونجح لا هو الطلاحة المسلماني مدرب كدير ومذاكر الزمالك ويغير جدا وعارف نوع الزمالك وبيلعب عليها وهو ده كلامهم اللي هم بيقولون طيب اخر سؤال معلش انا بطول معاك مسلماني كمان كان ليه تصريحات كان ليه تصريحات قبل المباراة وكان ليه تصريحات بعد المباراة ومن ضمن التصريحات اللي بعد المباراة قال لك يعني الرجل بيتواضع قوي بيقول لك انا مدرب مصلحش للدوري المصري وامكانياتي قليلة جدا بالمقارنة بالمدربين المصريين والمتوجدين في الدوري المصري كان ليه اي تصريحات غريبة بعد المباراة هو كان يمكن التصريح اللي لفت انتبعنا كلنا ان انا قلت لحضرتك عليه التصريح أنا حسجل في مصر هو الرجل اللي لقى اللي لقى المباراة هنا في السنباون كذبان ثلاثة الفكر الطبيعي اللي بيقول ان هو هيأمن ويلعب على الهجمة المرتدة هو كاللنا في المؤسمر الصحفي انا حسجل في مصر معنا كده ان هو هيجي يلعب الكرة اللي صند وانتو تلعبها الكرة اللي هي بتعتمد على اللي مركزية والكرة والمعارات اللي سبيرة جدا من العيدة في السلط الأخراني وفي مصر الملعب هو ده هو عارف ان هو هيعمل ده لكن فكرة ان هو مدرب ان تلعب الزيارة ما يصدخش اللقاب المصري والمدربين المصري والسلام بكله دي حرب دي حرب عصاب مسلماني كان بيصرح في الصحف لجنوب أفريقية وتدلم على ان هو كسب الزمالك الزهاب وعودة صحيح المجموعات مكانش مؤمن موجود فدلوقتي مؤمن موجود مؤمن هياخد الهجيمة الأولى ليه مع ناجي الزمالك يعني هيغلب الزمالك في وجود مؤمن بعد كده لما رفنا له من ناجي قال أنا مقولش التصريحات دي أنا بحترم مؤمن سليمان مؤمن سليمان مدرب شبير ومدرب واعد يعني هو بيلعب معنا بيلعب معنا حرب نفسية في التصريحات والكلام كله بيصل وأعتقد ان الناس مركزة فعلا مع التصريحات وهو بيعرف العيد ما هو ذلك طيب أستاذ وائل عايز اسألك على تصريحات كابتن مؤمن بقى سليمان بعد المباراة وعرفت ان هو توعد بقى فريق سانداونز وقال لك هما الناس جابونا ولعبونا الظهرية والساعة ثلاثة الظهر والكلام ده كله قال لك بس هنرد في برج العرب هو الكابتن مؤمن يعني في الباية كلامه طبعا ودي اتعاد الكابتن مؤمن قال ان هو بالحمل المسئولية ما بيحمل حب من لعبة المسئولية لو قال كمان قال حاجة غريبة جدا يعني كان بالنسبالي وبالنسبال نفس الموجودين وهو بتكلم باللغة الانجليزية للحربيين جنوب افريقيا قال انا اخترت اخترت الاستيصارة على العسل بعد 15-20 جيئة من اللقاء ولما اجي اتكلم معنا بالعربي ما قالش ما قالش ايه دي كانت مفاجئة بالنسبان عند مدير فاني بيعترف ان هو بتحمل المسئولية وان هو خسر الاستيصارة على العسل بعد 15-20 جيئة من قداية اللقاء طبعا هو قال ان هم هوريوهم يوم صعب واحنا هنوريهم يوم اصعب في برج العرب وان احنا قادرين المهمة صعبة لكن ومش بالصحيلة وان احنا لو عايزين نكتب هنشتغل اقصى حاجة لأصباد علشان نكتب حتى انا سألت في المؤتمر الصحفي لكل كتن موهم حضرتك كنت بتتفكر ايه وانت بتخطي التشكيل صح ده تشكيل هجومي دي مش مباراة دي مش مباراة تتويت يعني ان حضرتك جاي هنا يتخسر يتكسب عشان تعمل رسل زي دات النهائي انت عندك لسه جين تاني في القاهرة حالك انت بتتفكر ان انت تهاجم الفرقة دي زي ما هي هجومها قوي ان انت تهاجمها عشان تقلل للضغط وحضرتك هتقبر تجاري سرعة العيدة والمركسية والمهارات العالية باربعة فانا قلت له اه فانا قلت له ان حضرتك الاربع العيدة المفروض فيهم اللي هاجم المفروض فيهم الثاني يبقى معهم عندهم وجدات دفاعية لمن الضماني الدفاع بذكرة هو ما عملهاش اه يرجزه التاني من السؤال بتاع هجاري العيدة زي قال لي لو عايدين نكسب يعني برضو هي اجابة اجابة دبلوماسية ما جاوبش على يعني ما قالش هي يعني هو قال لي لو عايدين نكسب لازم نبقى احسن منهم واقوى منهم واصرع منهم معتقد انه صحيح على ارض الواقع مش موجود نتمنى نتمنى كل الخير طبعا وكل التفايل النادي زمالك لسه قدامهم 8 ايام ان شاء الله يعودوا فجر يوم الاثنين يعودوا بالسلام ان شاء الله الارض الوطن وبعد كده على ما اعتقد يخشه في معسكر داخلي استعدادا للقاء الهام ومحاولة التعويض على الاقل النادي زمالك محتاج اربع احداف وما يخش مرمى اي هدف اشكرك شكرا جزينا الناقد الرياضي الاستاذ وائل عباس الناقد الرياضي بجريدة المصر اليوم شكرا جزينا على مدخلتك معانا من جنوب افريقيا خلونا اقول لحضراتكم بعد التعليقات من كلا الطرفين عقب انتهاء اللقاء كابتن موامن سليمان بيقول مدرب سانداونز هزمنا لانه اصر على اقامة اللقاء في العصر والرد سيكون في برج العرب دي كانت تصليحات كابتن موامن سليمان وتوعد كابتن موامن سليمان المدير الفني نادي الزمالك فريق سانداونز الجنوب الفريقي بمبرارة مختلفة في ايام نهائي دوري الابطال مشيرا الى ما حدث في مباراة الذهاب امر غير متوقع معلنا نتحمل المسئولية كاملة وسوف يستقبل ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية مباراة الايام يوم 23 من الشهر الحالي واشار كابتن موامن في تصليحات بعد المباراة اثق في جميع اللاعبين رغم الخسارة الثقيلة من سانداونز اللاعبون لا يتحملون المسئولية وحدهم الجميع يتحمل المسئولية واضاف في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخسارة من سانداونز بثلاثية نظيفة امر غير متوقع لكن في كرة القدم كل النتائج واردة خذنا بداية مباراة جيدة وكما اكدت من قبل اتحمل المسئولية كاملة وعن مدرب سانداونز اللي هو موسيماني تحدث موامن سليمان وقال ان هو رجل زكي جدا لسبب غير فني اختار موعد المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا لانه يعلم اننا نلعب جميع المباريات في المساء ودي كانت تصريحات كابتن موامن سليمان وعلى فكرة مبارحها كان ليه برضو تصريحات كانت غريبة بعض الشيء وممكن تكون دي بعض التصريحات قدت ثقة زيادة لبعض اللعب النادي الزمالك شيكبالا تكلم عن شيكبالا وقال عليه انه اسطورة تكلم عن أحمد الشناوي أحمد توفيق يعني الراجل عايز اقول بالبلدي كده انه نفخ اللعيبة زيادة عن اللزوم وكبر اللعيبة بشكل جامد جدا وديها أكبر من حقها فربما ربما التصريحات دي قدت ثقة زيادة شوية لعبي نادي الزمالك وعشان كده ظهروا بهذا المستوى نروح بقى للتصريحات المسيماني المدير الفني لفريق سانداونز الجنوب أفريقيا وعايز اقول حضر لكم المسيماني بالنسبة لجنوب أفريقيا هو رحمة الله عليه كابتن جوهري هو بالنسبة لهم كابتن حسن شحاتة يعني الرجل دا ليه قيمة كبيرة جدا هناك في جنوب أفريقيا وهو دايما بيحب يشتغل محلي يشتغل مع منتخبات يشتغل مع عدية محلية في جنوب أفريقيا تم طرح السؤال عليه لو لو فيه فرصة ان هو يجي مرا في الدوري المصري لكرة القدم الرجل تواضع للغاية وقال كلام يعني طوال متواضع جدا انه امكانياته اقل من الدوري المصري وقال ان هو يتمنى ضم شيكابالا ومحمد ابراهيم لفرقته ويرى بيتسو موسيماني المدير الفني لسان داونز ان امكانياته التدريبية بتعد قليلة بالنظر للمدربين في مصر وبالتالي يجد صعوبة في ان يخود احد اندية الدوري المصري واشار المدرب في تصريحات بعد المباراة الدوري المصري صعب للغاية يضم العديد من المدربين المتميزين او فضل الاستمرار في جنوب افريقيا وخدمة اندية بلادي وواصل تصريحاته قائلا امكانياتي في الوقت الحالي اقل من التدريب في مصر الدوري المصري من المصابقات القوية للغاية في افريقيا واختتم المدرب تصريحاته كنت اتمنى ان نضم فريقي لعبان من الدوري المصري الاول هو شيكابالا اذا كان اصغر بخمس سنوات من عمر الحالي واثناني هو محمد ابراهيم بسبب امكانياته وصغر سنو دي كانت اهم وابرز اخبارنا عايزو له حضراتكم برضو خبر تريزيجي كان بلعب مباراة في الدوري البلجيكي امام مجانك البلجيكي وكانت حتى هذه اللحظة المباراة تعادل اتنين اتنين وتريزيجي احرز هدف اكتر من رائع هدف مراثوني من نص الملعب عدة من خمس لعيبة وحط الكرة ببطن القدم في زاوية اليسر الحارس المرمى هدف رائع جدا جدا والهدف معانا واشكر طبعا فريق الاعداد والاخراج معانا اهو تريزيجي بيعدي من قبل نص الملعب وبيحط الكرة بشكل جميل جدا جدا وزاوية حضراتكم طبعا موسكرون مع تريزيجي حق انتصارين ودراتي تعادل مع جينك احد اقوى الفرق البلجيكية كل التوفيق طبعا لتريزيجي وقبل ما نطلع للفاصل او في خلال الفاصل النهاردة النادي الاهلي اختتم خلاص مباريات للاسبوع الرابع امام طبعا الداخلية وكابتن ضياء عبدالصمد وكابتن حسام البدري وكابتن حسام البدري والنادي الاهلي بيواصل انتصاراته ومزحمته لسموحة على صدارة الدوري المصر لكرة القدم ويحق الفوز الرابع على التوالي ويتقاسم الصدارة حتى الان مع سموحة برصيد 12 نقطة لكل فريق جون انتوي احرز الهدف الاول للنادي الاهلي بكرة جميلة كرة جمعية جميلة جدا جدا بيحرز منها النادي الاهلي الهدف الاول وبعد كده مؤمن ذكرية بيحرز الهدف التاني هترك حضراتكم مع اهداف مباراة النادي الاهلي والداخلية في الاسبوع الرابع ونطلع فاصل وبعد الفاصل يكون ضيف وضيف حضراتكم كابتن محمد عبدالله واحد من النجوم النادي الاهلي والزمالك السابقين هنكلم معه نتيجة نادي زمالك وايضا نتيجة النادي الاهلي استنوا بعد الفاصل اكسترا مصر على مدار الساعة ترجمة نانسي قنقر